ويتحدث برلمانيون عن عدم التوصل الاتفاق النهائي بين القيادات الشيعية والسنية على إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان ما سيشكل منعطفا معقدا بعد انتهاء زيارة الأربعين ويؤثر في مستقبل التحالفات الحالية برلمانيون يقولون أن التفاهمات القوى السنية ما زالت باتجاه واحد وعدم فتح باب الترشيح لرئاسة البرلمان سيقود لانشقاق قيادات مهمة في وقت لا تتعرض قوى التنسيقي الشيعي لأي ضرر من استمرار المندلاوي بإدارة الجلسات بالإنابة وفيما يقول محللون أن الخلافات السنية ستؤجل قوانين العفو العام والتعويضات والنازحين وتزعزع ثقة الناخبين بالمناطق المحررة يقول النائب مختار محمود هناك عزم من التنسيقي وبقية القوى السياسية على حسم انتخاب رئيس مجلس النواب بعد انتهاء زيارة الأربعين مبينا أن محمود المشهداني هو المرشح الأقرب للمنصب ترجمة نانسي قنقر